اهلا بحضراتكم من جديد ومسك الختام في الاهل ينتخب حاولنا في ايام الصمت الانتخابي استعراض في كل حلقة نموذج من النماذج الاهلوية المضيئة جدا لكن الحقيقة كان مسك الختام مع الاستاذ خالد عبدالقادر اللي انا شخصيا لما اسمعت الكابتر محمود الخطيب في اكتر من ندوة بيتكلم عليه ما استوعبتش كل الكلام الا لما تحدثت مع الاستاذ خالد قبل ما نطلع الهوى استاذ خالد اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك فرصة عيدة جدا احنا سعداء وهذا جدا ده انا الاسعد وشرف لي ان انا بقى موجود في قناة الاهلي اهلا لو سمحت لي طبعا في قناة بيتي طبعا فانا فخور جدا ان انا مع حضرتك النهاردة طبعا احنا سعداء جدا بنامزج تقدير العطاء الحقيقي لانه الذاتية بتغلب على قرارات الناس كتيرة جدا لكن لما كابتر محمود الخطيب يتحدث بهذا التقدير عن حد فلازم انه قفع عنده شوية موسيقى